تجمع العشرات في مدينة زندلفينغن جنوب ألمانيا للمشاركة في بطولة دايف بومب الدولية للقفز في الماء البطولة السنوية التي تستمر لثلاثة أيام استعرض فيها 65 منافسا قدموا من خمس دول أوروبية مهاراتهم في أفضل القفزات ومن منصة القفز التي ترتفع لما يصل إلى عشرة أمتار ينطرق المشارك قافزا في الهواء ليستعرض شقلبات بهلوانية قبل بلوغه المياه في حوض السباحة ويختار الحكام في البطولة الفائزين بناء على تلك الحركات وطريقة دخول المياه وكلما كان الارتطام بسطح المياه أقوى كلما زادت فرصة المتسابق في الفوز وتعتبر هذه البطولة من قبيل المنافسات الحرة ما يعني أنه يمكن للمشاركين أن يكونوا مبدعين في حركاتهم التي يستعرضونها وأن يختاروا لأنفسهم طرق القفز التي من شأنها أن تبهر الحكام والجمهور على حد سواء راين هارد ريدا الفائز في مسابقة العام الماضي قال إن أحد أهم الأمور في هذه الرياضة هو مرحلة الوصول إلى الماء كما أن مرحلة الغوص مهمة أيضا لذا عليك تنفيذ هاتين المرحلتين بطريقة جيدة وهو ما سيمنحك أعلى قدر من النقاط في المسابقة